إلا الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعزة عملية التفتيش التي أمرت بها نيابة المختصة على مستوى مستودعات بكل من بلدية رغاية ولاد فاية الدار البيضاء استوالي للجزاء العاصمة وكذا مستودع بولاية بشار وأصفرت كذلك على ضبط وحجز 504 مركبة من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة 84 شاحنة من مختلف العلامات دراجات مائية جاتسكي وقوارب نزهة دراجات نرية فاخرة أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد للحافلات كما تقارب القيمة المالية الإجمالية للمحجزات الألف مليار سنتين كما إن جزء من السيارات تم ترقيمها بطرق ملتوية وجزء آخر كان في طور التسوية الوضعية الإدارية وذلك بتوطئ مع موظفي الإدارة وتورط في القضية 24 مشتبه فيه من بينهم أفراد العائلة ورجل الأعمال السابق محيدين تحكوت وبعض المقربين منه الذين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة عن تهم أخفاء عائدات إجرامية نتج عن جرائم الفساد تبيض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الأجرامي حسب بيان لمصالحي الأمنة تتبعون معنا مشاهدين الأكارم هذه الصور التي وصلتنا من المديرية العامة لمصالحي الأمن التي حجزت ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم مجموعة ممتلكات تخص رجل الأعمال محي الدين تحكوت كانت محل أخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة المعني وبعض المقربين منه ولم يصرح بها إلى الحرس القضائي ولا للجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية عملية التفتيش مشاهدين التي أمر بها القاضي على مستوى مستودعات بكل من بلدية الرغاية بلدية الاتفايت الدار البيضاء استوالي والجزير العاصمة وكذا مستودع بولاية بشارة أصفرت على ضبط وحجز 507 مركبة من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة كما تبرزها الصور والمشاهد الموافقة و84 شاحنة من مختلف العلامات درجات مائية جاتسكي وقوارب نزهى درجات نارية فاخرة أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد للحافلات كل الممتلكات التي تتبعونها في الشاشة تقارب القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات الألف مليار سنتيم حسب بيان لمصالح الأمن كما أن جزء من السيارات تم ترقيمها بطلق ملتوية حسب البيان وجزء آخر كان في طور تسوية الوضعية الإدارية وذلك بتوطئ مع بعض موظفي الإدارة وتورط في هذه القضية 24 مشتبه فيه من بينهم أفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين تحكوت وبعض المقربين منه الذين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة عن تهم إخفاء عائدات المال الفاسد وتبيض الأموال وإخفاء عائدات أجرامية من خلال إخفاء مصدرها الأجرامي وحسب بيان لمصالح الأمن إذن نعيد ونذكر ولكل من نلتحق بشروق الإخبارية اللحظة لبأس أنوشيل العاجل الظاهر أسفل الشاشة مفاده حجز مصالح والأمن الوطني ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر نهاية الأسبوع المنصر حجز مجموعة من ممتلكات تخص رجل الأعمال محي الدين تحكوت المتواجد رهن الحبس المؤقت وكانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة المعني وبعض المقربين منه ولم يصرح بها إلى الحرس القضائي ولا للجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية عملية التفتيش متبعين التي أمرت بها النيابة المختصة كانت على مستوى مستودعات بكل من بلدية الرغاية ولاد فايت الدر البيضاء والطوالي بالجزيرة العاصمة وكذا مستودع بولاية بشار أصفرت العملية عن ضبط وحجز 507 مركبة من بينها 267 سيارة السياحية فاخرة وأربع وثمانين شاحنة من مختلف العلامات دراجات مائية جاتسكي وقوارب نزهة دراجات نارية فاخرة أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد للحافلات بالنسبة للقيمة المالية الإجمالية للمحجزات فتقدر أو تقارب الألف مليار سنتين نشير متبعينا لكاريم إلى أن جزء من السيارات تم ترقيمها بطرق ملتوية وجزء آخر كان في طول تسوية الوضعية الإدارية وذلك بتواطئ مع بعض موظفي الإدارة وتورط في هذه القضية 24 مشتبه فيه من بينهم أفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محيد دين تحكوز وبعض المقربين منه الذين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة عن تهم إخفاء عائدات أجرامية ناتجة عن جرائم فساد تبيض الأموال وإخفاء عائدات أجرامية من خلال إخفاء مصدرها الأجرامي حسب بيان لمصالح الأمن الوطني إذن تتابعون معنا مشاهدين الصور التي توثق محجزات رجل الأعمال السابق محيد دين تحكوز المتواجد رهن الحبس المؤقت والتي تقارب قيمتها المالية الإجمالية للمحجوزات الألف مليار سنتيم وحيث تم ضبط خمسمائة وسبعة مركبة فاخرة من بينها مائتي وسبع وستين السيارة السياحية فاخرة وأربع وثمانين شاحنة من مختلف العلامات ودراجات مائية جاتسكي وقوارب النزهة وحتى دراجات نارية فاخرة وأزيد من ثمان مائة علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات وثلاثين حاوية تحتوي على ثلاث وستين محرك جديد للحافلات قيمتها الإجمالية متابعين كما سبق وأبرزنا تقارب الألف مليار سنتيم نشير إلى أن القضية متورط فيها أكثر من أربع وعشرين مجتبه فيها وهذا بتوطئ مع بعض موظفي الإدارة حيث أن جزء من السيارات تم ترقيمها بطلق ملتوية وجزء آخر كان في طور تسوية الوضعية الإدارية بتوطئ مع بعض موظفي الإدارة ومن بين المتهمين وأفراد من عائلة رجل الأعمال السابقة محي الدين تحكوت وبعض المقربين منه الذين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة عن تهم إخفاء عائدات أجرامية ناتج عن جرائم الفساد تبيض الأموال وإخفاء عائدات أجرامية من خلال إخفاء مصدرها الأجرامي حسب بيان لمصالح الأمن الوطني مشاهدين الأكارم لبأس أن أعيد وأشير للعاجل الظاهر أسفل الشاشة الصادر عن بيان مصالح الأمن الوطني ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تتابعون في الصورة متابعين الأكارم العرض الذي وفق المحجوزات لرجل الأعمال السابق محيدين تحكوت المتواجد رهن الحبث المؤقت التي كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة المعني وبعض المقربين منه القيمة المالية الأجمالية للمحجوزات تقارب الألف مليار سنسيم إذن كل هذه المحجوزات التي تتابعونها في الشاشة كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة المعني رجل الأعمال السابق محيدين تحكوت المتواجد رهن الحبث المؤقت نضعكم في صورة المحجوزات إذن 507 مركبة من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة و84 شاحنة من مختلف العلامات دراجات مائية جاتسكي وقوارب نزهة دراجات نرية فاخرة أزيد من 800 علبة محرك وتحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد مخصص للحافلات القيمة الإجمالية للمحجوزات التي تتابعونها عبر شاشة الشروق الإخبارية قارب الألف مليار سنطين إذن متابعين الأكارم لكل من التحق بالشروق الإخبارية اللحظة أنتم تتابعون الصور الصادرة عن مصالح الأمن الوطني ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر التي توثق محجوزات رجل الأعمال محي الدين تحكوت كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة المعني وبعض المقربين منه نشيل إلى أن كل الصور التي تتابعونها للمحجوزات لم يسرح بها إلا الحرس القضائي إلا بعض الأفراد من عائلة المعني بالأمر رجل الأعمال محي الدين تحكوت المتواجد رهن الحبس المؤقت إذن القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات تقارب الألف مليار سنتيم حسب مصالح الأمن الوطني لولاية الجزائر نشير إلى أن 24 مشتبه متورد في هذه القضية من بينهم أفراد من عائلة الرجل الأعمال السابق محي الدين تحكوت وبعض وبعض المقربين منها الذين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة عن تهم إخفاء عائدات أجرامية ناتجا عن جرائم الفساد تبيض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصادرها قول الإجرامية حسب ذات البيان لمصالح الأمن الوطني إذن تتبعون عبر شاشة الشرق الإخبارية مشاهدين الكارم وكما تقرؤون في شريط العاجل الظاهر أسفل الشاشة كل هذه الممتلكات لرجل الأعمال محيدين تحكوت المتواجد رهن الحبس المؤقت كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة المعني وبعض المقربين منها بتواطئ مع بعض موظفية الإدارة كما إن جزء من السيارات التي تم ترقيمها بطلق ملتوية وجزء آخر كان في طول تسوية الوضعية الإدارية وتورط في هذه القضية 24 مشتبه من بينهم أفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محيدين تحكوت وبعض الإداريين وتم تقديمهم أمام نيابة المختصة عن تهم إخفاء وعيدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد تبيض الأموال إخفاء وعيدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الأجرامي إذن لحد الساعة كل هذه الممتلكات متواجدة لدى المصالح الأمنية إذن كما تقرؤون في شريط العاجل الظاهر أسفل الشاشة متابعين لكارم ولكل من التحق بشروق الإخبارية اللحظة إذن تتابعون الممتلكات المحجوزة لرجل الأعمال السابق محي الدين تحكوت المتواجد رهن الحبس المؤقت كانت محل إخفاء من طرف بعض من أفراد العائلة وبعض المقربين منه بتواطئ مع بعض موظفي الإدارة وعدد المتوارطين في هذه القضية 24 مشتبه فيه القيمة الإجمالية المالية الإجمالية للمحجوزات تقارب الألف مليار سنتيم بالنسبة للعملية أصفرت عن ضبط حجز 507 مركبة من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة 84 شاحنة من مختلف العلامات دراجات مائية جاتسكي وقوارب نزهة دراجات نارية فاخرة وكذلك أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد للحافلات القيمة والمالية كما تبرزها صور تتابعون إذن السيارات السياحية الفاخرة التي يقدر عددها بـ 267 حسب مصالح الأمن الوطني وبالنسبة لإجمالية السيارات والمركبات المحجوزة 507 والسيارات الفاخرة التي تبرزها صور والمشاهد الموثقة من طرف مصالح الأمن الوطني ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر السيارات الفاخرة كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة المعني وبعض المقربين منه يذكر إن رجل الأعمال محيد دين التحكود حجزة ممتلكاته لكن هذه الممتلكات التي تتابعونها وبتواطئ مع بعض موظفي الإدارة تم أخفاؤها إذن بالنسبة للتهم لبعض من أفراد عائلته وحتى بالنسبة لموظفي الإدارة تهم إخفاء عائدات إجرامية نتجة عن جراء مفساد تبيض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء المصدر الإجرامي لها عدد والسيارات الفاخرة التي تتبعونها في الشاشة 267 سيارة سياحية فاخرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين كما تتبعون في الصور الظاهرة في الشاشة وثقت من طرف مصالح الأمن الوطني ومثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر الصور والمركبات السياحية الفاخرة والمركبات التي هي يفوق عددها الخمسمائة مركبة تابعة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس المؤقت محيدين تحكوت التي حجزت ممتلكاته والتي تتابعونها في الصورة كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة المعني وبعض المقربين منها ولم يصرح بها للحرس القضائي إذن الصور وثقت من طرف مصالح الأمن الوطنية إذن متابعينا الكريم ولكل من التحق بنا اللحظة إذن تتابعون هذا في إطار مساعي القضاء الجزائري لحجز الممتلكات الظاهرة والخفية إذن نشير فقط إلى أن العملية سبقتها حجز ممتلكات وزير الصناعة السابق عبد سلام بوشوارب بأمر من محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمال لسيد محمد التي كانت قد كشفت عنها مصادر الشروق الأخبارية عن ما تم حجزه من جميع الممتلكات لبوشوارب الجزائر العاصمة مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تدخل في إطار الاتفاقيات القضائية مع فرنسا وكشفت مصادر الشروق سابقا إلى أن ضبطية القضائية وتحت إشراف محكمة القطبة الجزائي الاقتصادي والمال بسيد محمد فداهمت كذلك الممتلكات لعبد سلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق لفلا رقم أربع الواقع بشراج بأحد الأحياء بالعاصمة وتم حجز عشر ممتلكات للوزير السابق والمتمثلة في العقارات وشقاق من مختلف سياغ إلى جانب مصنع معروف بالنحية الشرقية للعاصمة وحتى ممتلكات من جواهر وقصور حسب ذات أو قصر حسب ذات المصادر مصادر الشروق الأخبارية إذن اليوم وفي بيان لمصالح الأمن الوطني تبرز كذلك لحجز ممتلكات كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من حائلة المعني وبعض المقربين منه تدخل في إطار مساعي القضاء الجزائري ومصالح الأمن الوطني في إطار تنسيق المجهوزات ومصالح 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 لجرائم الفساد وعن إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد وتبيض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء المصدر الأجرامي يذكر مشاهدين كذلك في إطار إطراء العاجل والمباشر الذي تتابعونه من أسوديوهتنا المركزية مصادر الشروق الإخبارية كانت قد أكدت حجز القضاء الجزائري على الممتلكات الظاهرة والخفية لوزير الصناع الأسبق عبد سلام بوشوارب بأمر من محكمة القطب الجزائي وكانت قد حجزت كذلك قصر للوزير الأسبق المتابع قضائيا الصادر بحقه أمر بالقبض الدولي بفيل قيمتها 200 مليار سنتيم إذ تم حجزها على الفور وحجز عشر ممتلكات للوزير السابق والمتمثلة في العقارات والشقق من مختلف الصياغ إلى جانب مصنع معروف بالنحية الشرقية للعاصمة وكانت قد أشرت الشروق كذلك كانوا تم بيع شقتين من أرقى أحياء العاصمة الفرنسية باريس لكن في إطار الاتفاقية بين الجزائر وفرنسا تم حجزها إذن نعيد ونبرز متابعين الأكارم شريط العاجل الظاهر أسفل الشاشة الذي تقرؤون فيه حجز مصالح الأمن الوطني ممثلة في مصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تتابعون ممتلكات خفية للرجل الأعمال السابق نحي الدين تحقوت المتواجد رهن الحبس المؤقت تتابعون في الصورة خمسمائة وسبع مركبة من بينها مائتي وسبع وستين سيارة سياحية فاخرة واربع وثمانين شاحنة من مختلف العلامات ودرجات مائية جاتسكي قوارب مائية قوارب نزهة درجات نارية فاخرة أزيد من ثمانمائة علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات وثلاثين حاوية تحتوي على ثلاثة وستين محرك جديد للحافلات إذن متابعينا الأكارم تتابعون معنا صور تتابعونها على المباشر من سجهاتنا المركزية إذن نتابع صور وثقتها مصالح الأمن الوطني ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر لممتلكات رجل الأعمال محيدين تحكوت المتواجد رهن الحبس المؤقت يذكر متابعينا الأكارم أن رجل الأعمال محيدين تحكوت متواجد رهن الحبس المؤقت منذ جوان 2019 وتمت إعادة جدولة قضيته بالمجلس بعد رفع المحكمة العليا طعون لجميع المتهمين وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأصدر أحكاما بأربعة عشر سنة سجن نافذة في حق محيدين تحكوت وخمس سنوات سجن نافذة في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد يحيا وعبد المالك سلال في قضية رجل الأعمال محيدين تحكوت ودائما في إطار قضية رجل الأعمال محيدين تحكوت صدر حكم في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغاني زعلان دائما في قضية الرجل الأعمال السابق محيدين تحكوت إذن التهم والعقوبات المحكومة بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة للمتهم الرئيسي في القضية رفقة عدد من المسؤولين السابقين من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين دائما في قضية رجل الأعمال السابق محيدين تحكوت ترجمة نانسي قنقر أقرأ عليكم بيان مصالح الأمن الوطني إذن أكد في البيان لمصالح أو أكدت المصالح أن الصور التي تظهر أو تظهر ممتلكات رجل الأعمال السابق محيدين تحكوت حاجزتها مصالح الأمن الوطني وهذه الممتلكات برغاية ولد فايت الدار البيضاء واستوالي بالجزائرية العاصمة وحتى بولاية بشار إذن نشير فقط متبعين الأكارم إن الممتلكات المحجوزة كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة المعني وبعض المقربين منها ولما يصرح بها بعد للحرس القضائي ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية إذن متبعين الأكارم ولكل من التحق بي شروق الإخبارية اللحظة تقرؤون في العاجل الظاهر أسفل الشاشة متبعين الأكارم لبيان لمصالح الأمن الوطني ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة قيمة المالية الإجمالية للمحجوزات ألف مليار سنتيم السيارات الفاخرة كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد وعملة التفتيش التي أمرت بها نيابة المختصة كانت على مستوى مستودعات بكل من بلدية الرغاية وحتى بالنسبة لولاد فايت دار البيضاء استوالية الجزيرة العاصمة وكذا مستودع بولاية بشار إذن حجزت مصالح الأمن الوطني ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر نهاية الأسبوع المنسرم مجموعة من ممتلكات تخص رجل الأعمال محيدين تحكوت كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة المعني وبعض المقربين منها ولم يصرح بها إلى الحرس القضائي ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية عملية التفتيش التي أمرت بها النيابة المختصة على مستوى المستودعات بكل من بلدية الرغاية ولد فايت الدار البيضاء استوالية الجزيرة العاصمة وكذا مستودع بولاية بشار أصفرت عن حجز خمسمائة وسبعة مركبة من بينها مائتي وسبعا وستين سيارة سياحية فاخرة أربع وثمانين شاحنة من مختلف العالمات دراجات مائية جاسكي وقوارب مائية ودراجات نارية فاخرة وأزيد من ثمانمائة علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات وثلاثين حاوية تحتوي على ثلاث وستين محرك جديد للحافلات وتقارب العملية المالية الإجمالية للمحجزات الألف مليار سنتين كما إن جزء من السيارات متبعين الأكارم كما تقرؤونه بالعاجل تم ترقيمها بطلق ملتوية وجزء آخر كان في طور تسوية الوعية الإدارية وذلك بطواطئ مع بعض موظفي الإدارة وتورط في هذه القضية أربع وعشرين مشتبه فيه من بينهم أفراد وكذا لعائلة رجل الأعمال محي الدين تحكوت وبعض المقربين منها الذين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة عن تهم لإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد لتبيض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي حسب بيان لمصالح الأمر أشكر لكم كرم الإصغائي والمتابعة تفاصيل أوفة مع الزميل حمسة بدوي في الظاهرة الإخبارية ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر